على اللايف انسألنا اسئلة كتير مهمة عن اضافة بعض الحبوب او السمار لقلب العجائن اللي بدنا يهموا تماسك للعجائن المخمرة وما بدنا عجينتنا يضعف تماسكا نحنا ما لازم نضيفها ببداية العجن كل شي ما فيه تماسك مثل الزبيب بالزيتون يمكن حدا يحط زعتر اخضر حبت البركز حب السوداء اي مكونات ما فيه تماسك مثل حبت الطحين هي مكونات صلبة بقلب العجينة بتقطع بالتماسك بعد ما تتماسك العجينة بتفرطها فرط بتصير ضبقة وحالتها حال العجينة يفضل نحنا اذا بننضيف اي شغلات حابين نضيفها على العجينة باخر دقيقتان من العجن نقدر نحطهم ونضرب ضربتان المكنة بس لا يدخلوا بقلب العجينة ويتوزعوا بقلبها ونوقف عجن وقلب تفرط عجينتنا واذا بدنا نكون مثاليين نقدر بيدنا نمد عجينتنا نحط الحبوبة او السمراء او اي شي بدنا نحطه بقلب العجينة ونطوي عجينتنا عليها ونمدها اكتر من مرة ونطوية لحتى كمان يتوزعوا بقلبها وفي ملاحظة كمان كتير مهمة نحنا اذا خلطنا الماء مع الطحين ولسبب ما اضطرينا غبنا عن العجينة بضع يعني شربها ساعة نص ساعة حبة الطحين حتكون فرزت لوحدة البروتين بيعمل التماسك لما نرجع لنعجنة ما عاد فينا نعجنة بنفس الوقت اللي كنا نعجنة فيه قبل يا دوب ممكن نضربها ضربتان لتنعم ونوقف عملية العجين لانه هي تماسكت لوحدة اذا استمرينا بعملية العجين هترجع طفرة العجينة انا خباز ال 99 اذا كنت بتهتم بهيك مواضيع ما تنسى المتابعة والاعجاب ومشاركة الفيديو اذا قدرت والسلام